بسم الله الرحمن الرحيم جواب سؤال المحاضر رقم 14 بين the tuber coronary blood flow angina may be relieved by any of the following except يعني واحدة من المكانزمز التالية ما رح تخفف مرض الأنجينا ايش هو مرض الأنجينا؟ مرض الأنجينا هعرفين انه بيكون صار لهم تضيق لكن مش تضيق كامل لو انه كان تضيق كامل بقضى اسمه مش الأنجينا الأنجينا بيكون تضيق بس انه مش كامل يعني تضيق جزئي خلنا نحكي طب هل المرض بشعر فيه؟ غالبا لا ما رح يشعر فيه طب كيف بصير الأنجينا اللي هم مرضى الزبحة الصدرية؟ المريض بس يبذل اي جهود او يزيد عنده او عنده او يعني بالتالي رح يزيد عنده او اي اشي بسبب شغل القلب اكثر رح يسبب اللي هو جهاد للأنجينا جهاد للكوروني البراند فيسلز بتسهلي رح يصير عنده الزبحة الصدرية طب احنا عارفين انه الأنجينا مدامه صافي عنده تضيق في الاوعية اللي هي الكوروناري الاكسجين ديماند رح يزيد ليه بدنا نحتاج اكسجين اكثر عشان نغذي المنطقة اللي عندها التضيق فاساسا لما الواحد يبذل القلب بتاعه يشتغل اكثر او يصير عنده مثلا اكسرسايز او كذا فاساسا هو بحتاج اكسجين واصلا هو بالوضع الطبيعي يكون بحتاج اكسجين فهذا رح يسبب قلم في الصدر اللي هي الزبحة الصدرية فاي اشي رح يخفف هذو الاعراض هو فعليا بخفف الانجينا واحد من الميكانزين اللي رح تكون بالاجوبة ما رح تخفف الانجينا فهي رح تكون جواب ايه فخدنا نحل ايه السيباتاتيك نيرف ترنك سبلاينك دهار السيباتاتيك نيرف ترنك انا بدي اكتر عرف عنها شغلتين اوش ان السيباتاتيك نيرف ترنك بتزيد الكارديك اوتبوت بتزيد العمل تاع القلب تمام بالتالي الاجهاد رح يصير على القلب والاكسجين ديماند رح يزيد بالتالي الانجينا رح يزيد الاشي الثاني بيك تعرفوه انه هذة هي المستشعرات تحت الالم تحت القلب فلما تكون شغالة احنا رح نحس في وجع او المريض رح يحس في وجع الانجينا اكثر فلو عملنا نها كتينج من جهة رح تخفف جهد القلب فرح تخفف الانجينا من جهة ثانية رح تخفف الالم تاع الانجينا فاي صح بي احنا عارفين انه الانيميا معناته ان الاكسجين عنا رح يكون قليل بالتالي كشغلة اعوضية القلب رح يصير ضخ دم اكثر عشان يعوض الاكسجين اللي ناقص فمثلا دي وصل للسكيلتر رح يضخ دم اكثر عشان كل مثلا خليل دم فيها اكسجين اقل من الطبيعي فرح يضخ اكثر عشان يلبي الطلب تاها طيب هذا الضخ الاكثر اوش رح يجهد القلب فرح يجهد في الانجينا زائد انه اساسا الانيميا عنده نقصان في الاكسجين والانجينا اساسا عنده اكسجين بيحتاج لاكسجين مافي اكسجين فبالتالي الانيميا بتزيد اللي هو الانجينا فلازم اعملو كوريكت لما نعملو كوريكتينج اللي انصار بني ادم طبيعي فبتخفف اعراض الانجينا اذا بصح طب سي لو نحط البيشانت في يعني في بيئة باردة لما نحط المريض اللي هو اللي رح يصير اللي رح يصير انه رح يصير لهم شي يعني انه صار لهم يعني الدم اللي فيهم رح يكون اقل من الوضع الطبيعي طب الدم هدا وين رح يروح رح يروح عند يعني عند عند رح يسبب هذا انه يزيد فلما يزيد يعني احنا منحكي رح يزيد عشان يضخ ما هو الدم اللي رح يجي من رح يضخه نفسه القلب بالتالي رح نجهد القلب ونشغله اكثر وبالتالي لما نحن نحطه في منطقة باردة رح يسبب زيادة في اعراض الانجينا اذا خطأ هو الجواب بالنية وهذا ما بيسبب بالعكس بيأثر سلبا على الانجينا طب دي انجوبلاستي اندستنتي بلايسمينت اه اتوقع انكوا عارفين شو هو هاي هي انجوبلاستي اللي هو بيضيفه بلون جواته اه او سوري هو بيكون البلون جوة اللي هو الشبكة هاي اللي هي ستنت فبيمشوها عن طريق الفيسلز بتوصل عند المنطقة اللي فيها تضيق والبلون بنفخ فالستنت بتيجي يعني برضو بتنفخ اللي هو البلاد فيسل فبدل ما هو بيكون متضيق زي هيك برجع بشكل طبيعي فهمتوا علي ففعليا لما نعمل انجوبلاستي اندستنتي بلايسمينت هو مش بس ريليف هو عالج الانجينة فهمتوا علي فدي برضو صح بالعكس والعلاج دائم مش معقد للانجينة طب ا ا عكس اللي هو سي لو عملنا بالبريفرال فاسو ديليشن بالبريفرال فسلز فاسو ديليشن يعني الدم رح يصير فيهم أكثر من الفينز زي السوبير فير فينا كذا طيب لما انه الدم فيهم أكثر يعني الدم اللي رح يوصل للقلب أقل يعني يعني الشغل للقلب رح يقل بالتالي انه الجهاد رح يقل الانجينة ما رح نشعر فيها لانه ما عملنا القلب ما صار عنده جهاد عشان تسبب اعراض الانجينة اذن برضو اي صح صراحة السؤال كان موجود في موقع أو مش عارف اسئلة هو ما كان المهم كان في اسئلة واحد منهم كان هذا السؤال هو نفس السؤال بس بفرق انه كان مختلفة اللي هو فعليا اللي هم الابنفرين والنور هذول بسببه زي ما هو مكتوب في الاجوب ايش اللي هو هي المفروض هالدي اوكي بيقولك انه بتزيد الهارتريت فعليا الابنفرين والنور بزيدوا الهارتريت والفورس وبزيدوا وبالتالي بسببوا الجهد تاع القلب وبالتالي عرض الانجين رح تزيد ففعليا هاي الاجوبة بتاعة التستبانك بس اللي بيختلف انه دي عندنا كانت صح هون رح تكون خطأ فإلي بحب يشوف الشرح تاعهم هاي او او اذا حدا بحب يحل أسئلتهم هاي اسمهم ما بعرف صراحة انا بمر بشوفهم وبالتوفيق